تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو محاولة إسكاء الفتن أنهى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم زيارة العمل والأخوة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قوة المغربة سلام عليكم لا حديثة اليوم في الإعلام الدولي الصحافة الدولية إلا عن الزيارة ديال رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون إلى المغرب كان الزيارة ديال عبد المجيد تبون إلى مصر لكن ما كيتحدث عليها تشي واحد إلا الإعلام ديالهم الإعلام ديال الدولة الجزائرية وبعض المرتزقي المغاربة اللي كيتخلصوا عكس المملكة المغربية الشريفة زيارة ديال ماكرون زيارة ديال وفد أمريكي للصحراء المغربية وفد أسترالي للصحراء المغربية أمريكا تقرر فتح قنصلية مغربية بالدخلة كذلك إمانويل ماكرون غادي يفتح قنصلية مغربية في الصحراء المغربية شوفوا معايا العناوين ديال الصحاب الدولية كلها كتتكلم على الزيارة التاريخية ديال ماكرون للمغرب هذه الزيارة اللي غادي تكون نقطة تحول فيما يتعلق بالقضية ديال الصحراء المغربية الحاسن القرار الحاسن فيما يتعلق بالصحراء المغربية الخوط نسمعوا السيسي كيكلاشي عم يتبون كيقولوا ديال فراسك وما تدخلش بشؤون داخلية ديال الدول اللي هي ماشي الدولة ديالك سمعوا معايا وسمعوا يعني التليفزيون الجزائري كيفاش كيهضر على الرئيس سيسي يقول مصر الشقيقة أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم زيارة العمل والأخوة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي دامت يومين الشقيقة ولو أنها مطبعة ولكن هي الشقيقة غير المغرب لماذا شيء هو الشقيق؟ أنتم عارفين سعار الإعلام الجزائري مؤخرا يعني والتركيز دياله على المغرب ومرض مالك المغرب والسواء والسبب هو هالضربات الأخيرة يعني خمسة سسبعة عشر ضربات في دقة وحدة في شهر واحد والضربة الكبيرة هي الزيارة ديال إيمانويل ماكرون إلى المغرب نهارا اليوم وكما قلتكم الإعلام الدولي إسبانيا بعدها الصحف الإسبانية كلها كل ساعة كتخرج بمقال يعني اللي عنده علاقة بالزيارة ديال إيمانويل ماكرون إلى المغرب الصحف يعني اللي عندها أهمية كبيرة هنا في إسبانيا الصحف كلها كتتتكلم على الزيارة ديال ماكرون وكما قلتكم ما الجزائر زيارة وشكون إلا الإعلام ديالهم وبعض الخوانة الزناديقة المرتزقة هم اللي يتكلموا فقط نشوفوا هاد الفيديو ديال كلاش ديال السيسي التبون اللي تقلوا الديها في رأسك وديها في بلادك وديها في المواطنين ديالك وفي شؤون الداخلية ديال بلادك واختاع لك الدول ديال الناس سمعوا ما يقول الإعلام الجزائي على الزيارة ديال السيسي ديال تبون لدولة مصر العربية الشقيقة ونمشي ونشوفوا التفاصيل والزيارة وشنو غادي جي وشنو غادي جي من مور الزيارة ديال إيمانويل ماكرون للمغرب اشتركوا في القناة وتحية طيبة للجميع افتخر يا مغربي لكونك مغربي كما قلتكم الإعلام الدولي كله مهتم بالشؤون الداخلية ديال المغرب فلابد ما يكون شي سبب على أن العالم يكون مهتم بنا كدولة يعني إفريقيا داخل الدول ديال القارة الإفريقية المنتمية للعالم الثالث يعني حسب التفكير ديالهم اوكي دابا نشوفو يعني الزيارة اولا بعد طائرتين كتقل الوفدين الإعلامي والاقتصادي المرافقين لماكرون وصلات المغرب هادو سبقو قبل كين استنادا إلى مصادر ديبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم رسميا هذا ما عندو علاقة بزيارة ديالماكرون بتفعيل قنصلتها العامة في مدينة الدخلة بالصحراء المغربية بداية من شهر المقبل بغي بعد انتظار داما لثلاث سنوات اوكي وهنا استراليا استراليا وفد برلماني استرالي يصل إلى مدينة العيون كبرى مدن الأقالي الجنوبية للمملكة للتعرف عن قرب على الوضع السياسي واقتصادي والجماعي بالمنطقة اوكي دابا نمشيو للصحف الإسبانية كلها بدون ستناء كل شي ماكرون بيا خامرويكوس ماكرون بيا خامرويكوس يعني وكيه ضروع للزيارة ديالو والسبب ديال الزيارة ديالو ودائما الصحراء المغربية هي السبب وفاتح قنصلية بيالأقاليم الجنوبية كنضروع للقنصلية فرنسية بالأقاليم الجنوبية وهنا غادي نشوفو بعد تفاصيل ديالفتح قنصلية بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية وغادي نشوفو هنا الأهم وهو هنا يعني المتابعة ديال لإحدى الشركات اللي غادي ترافق يعني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب وهذا شي اللي ركزت عليه واللي ترقات له الصحف الإسبانية يعني هي الصحف الدولية كلها ولكن احنا بما أن دولتين كفرنسا وإسبانيا يعني تعترف وكتشوفو يعني المغرب المغرب من بعد يعني توتر طويل يعني في العلاقات ما بين إسبانيا والمغرب ومن بعد يعني المغرب يتمكن على أنه يجيب دولة إسبانيا برئيسها إلى المغرب تمشف دون ما ندخلو في التفاصيل ومن بعد توتر طويل كذلك مع الدولة الفرنسية يعني نشوفو المغرب على أنه انجح وتفوق وجاب يعني دولة فرنسا برئيسها إلى المغرب فهذا تفوق كبير للديبلوماسية المغربية برئاسة ملك البلاد محمد السادس حفظه الله هذا الشيء هو أمره حسب ما يروج والتشفيه وهذا إلى آخره ملك محمد السادس حفظه الله والله يطولنا في عمره رحكي أوكي نمشي ونشوفو قبل هذا نشوفو الفتح القنصلية إذا تفتحنا هذا المقال الخط شبار نشوفو هنا التفاصيل فرنسا تقرر فتح قنصلية بالصحراء المغربية بالكشف الموقع الرسمي لمؤسسة جيوليتيكيا تلك أفاق أن فرنسا قررت رسميا فتح قنصلية لها بالصحراء المغربية وحسب موقع المؤسسة فإنه من مصدر في قصر الإليزي أن فرنسا تعتزم فتح قنصلية عامة ومعهد تقافي فرنسي في مدينة العيون كأول تمثيل ديبلوماسي أوروبي في الأقاليم الجنوبية للمغرب وتأتي هذه الخطوة التاريخية بعد ثلاثة أشهر من إعلان باريس اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة خلال قطاب الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي في 29 أكتوبر أي نهار الغد يوم 28 هي الزيارة فيها 28-29-30 كما سيتم اتتعى القنصلية العامة في منطقة إدارية في شارع السلام بمدينة العيون مع تحديد تاريخ صنوبر التزاما مع ذكرى المسيرة الخضراء لبدء عملها أوكي هما كنتشوفوا وده بل نمشي ونشوفوا التفاصيل ديال الزيارة والشركات المرافقة للرئيس ماكرون في زيارة دياله للمغرب وهنا نقدر نقوله بحل يكون شوية ديال الغيرة من طرف إسبانيا كما عارفين الشريك يعني الأول للمغرب فيما يتعلق بالعلاقات التجارية فهي إسبانيا إسبانيا فرنسا فرنسا إسبانيا فالآن كيفان باللي فرنسا ستتفوق على المغرب في العلاقات التجارية هنا مجموعة من الشركات مجموعة فرنسية عالمية متخصصة في سلع الفاخرة شركة عالمية تعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة رائد عالمي في صناعة الطائرات والخدمات الجوية شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة شركة شحن بحري ونقل دولي شركة رائدة في تصنيع المحركات وأجهزة طيران والدفاع مختصة في تقديم حلول المياه والنفايات والطاقة شركة عالمية في معالجة المياه وإدارة نفايات شركة متخصصة في النقل الحديد والصناعات القطارات شركة اتصالات وخدمات الإنترنيد متعددات الجنسية فهنا الخطم ربما نخلي لكم يعني هذا اللاصي يعني هذا الرابط في أول تعليق إنه العشرات للشركات اللي غادي ترافق ماكرون في زيارته إلى المغرب وإحنا غادي نتابعوا معكم في هذه القناة الزيارة ديال إيمانويل ماكرون حتى النهاية ديالها وجميع تفاصيل ديال الزيارة في زيارة غادي تكون في المساء فالطائرة غادي تنزل حوالي الساعة السادسة والنصف مساء إلى ذلك الحين خط هلون أفرسكم بداية أسبوع موفقة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته